منطقة جرف الصخر شمالي بابل عنوان كبير لأزمة أكبر يعيشها مهجر هذه المنطقة فهي شاهد على محل بسكانها من تهجير قسري عن مناطقهم ومنازلهم وأراضيهم وتعرضهم لانتهاكات في رحلة تهجير طويلة تضاف لمسلسل أزماتهم المستمرة منذ تسع سنوات حكومة السودان التي قالت أنها ستعمل على أنهاء ملف النزوح والتهجير لم تفي بوعدها كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة ما ثار الشكوك بشأن السمرار تحكم الميليشيات والأحزاب بمصير العائلات المهجرة ولا سيما من النساء والأطفال ومنعهم من العودة إلى مناطقهم وما خطوة حكومة السودان بتشييد مخيم جديد في صحراء الأنبار يفتقر إلى الخدمات وفق مرصد أفاد الحقوقي إلا دليل على تلاشي الأمال المعقودة على عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية ضمن ما يشاء عن الاتفاقات السياسية ما يريد هذا المخيم ما يريد رسي رجعونا لديارنا خلي رجعونا لديارنا يجبونا مبردات يجبونا مولدات يشوفونا عندنا مرضى وما نروح للكارة القناة يجبونا غذائية كل شيء محتاجين هنا والله ما يفيدنا يرجعونا لها لنحسدنا هي شهادات للعائلات المهجرة من منطقة جرف صغر شمالي بابل تثبت بوضوح زيف الادعاءات الحكومية بإنهاء ملف التهجير والنزوح وتشيب إهمال وتعمد الحكومة الحالية وسابقاتها في عدم إنهاء هذه المأساة الإنسانية وسط مطالبات المنظمات الإنسانية والحقوقية الأمم المتحدة إلى إنهاء العبث بأرواح المشردين ووقف الانصيع لتوجهات طائفية ونهج العقوبات الجماعية